كمان عايزين يعني نقول لكم خبر وحنا بقنا فترة بنقول لكم أخبار كلها لطيفة عن مشاركات أبطلنا المصريين في الرياضات المختلفة في محافل دولية مختلفة المرة دي الخبر المعالم ما يصرش قوي الحقيقة هنتكلم شوية عن مشاركة منتخب مصري لكرة السلة في المونديال اللي بيقام في الفلبين الخبر ان للأسف الشديد احنا خسرنا أول مبارح قدام منتخب مونتنيجرو بنتيجة 89-74 في تاني مباريات منتخبنا في بطولة كأس العالم لكرة السلة والحقيقة ما فيش تفسير للحالة الغير جيدة اللي ظهر عليها لعيبي منتخبنا للمرة التانية على التوالي في المباراة التانية على التوالي احنا خسرنا أول مباراة قدام لتوانيا بنتيجة كبيرة الحقيقة 93-63 وظهرنا بشكل حنقول عليه مجازا يعني أقل من المتوسط ووقتها قلنا ان شاء الله خير وفرصة عندنا يعني امكانية التعويض في المباراة اللي بعديها لكن اللي حصل ان احنا ظهرنا في المباراة اللي بعديها برضو بأقل وصف ممكن يتقال عليه انه مستوى أقل من المتوسط الوضع دلوقتي يبقى عامل ازاي بقى حضرات باختصار كده منتخب مصر لعب ماتشين رصيده من هذه اللقاءات صفر عندنا النهاردة مواجهة أخيرة ملهاش حل غير ان هي تكون مواجهة مصرية حنلعب وصاد فريق او يعني المنتخب المكسيك وبناء على نتيجة هذا اللقاء حيتحدد يا ترى هل حتكون لنا اي فرصة او امكانية مشاركة في الدور ثم النهائي ولا حندخل بقى في منافسات تحديد المراكز من السبعتاشر للتنين وتلاتين يعني الشكل العام يقول ان احنا يعني بصدد حالة شبه مستحيلة الحقيقة فكرة ان احنا نتأهل للدور ثم النهائي احنا فرصنا صعبة جدا 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 ولا سيما ان المنتخب المكسيك كمان نقدر نقول ان هو من المنتخبات القوية في دنيا الباسكتبول عموما يعني بنتمنى يعني نكون في الموعد وان شاء الله يعني نسجل اول فوز دينا في المونديال في النسخة الحالية في كاس العالم لكرة السلة ولو دا ما حصلش يبقى احنا هنا لازم نكون دينا واقفة واقفة سريعة جدا وتصحيح للأوضاع وتصحيح للأخطاء عشان نقدر ننافس بعد كده في كل المنافسات القادمة وحتى لو لم نحصل على درع البطولة او كاسها على الال يبقى يعني ظهور مشرف بالمعدة الحرفي نعمل الحياة النهاردة ان يكون فعلا ظهور مشرف وليه لا يمكن تحصل يعني المعجزة ونكسب منتخب المكسيكا نعم هو طبعا اكيد منتخب قوي جدا على مستوى الباسكتبول ولكن يعني نعمل يعني خلينا نقول كده انه ان شاء الله يعني يكون في مستوى مشرف لمنتخب مصر الباسكتبول امام منتخب المكسيك ولو دا ما حصلش فعلا يكون صح وبقى ويعني يمكن وضع نقاط فوق الحروف للمرحلة المقبلة